بدايةً من شبير حقيقة احنا برضو مكنناش على شبير حقيقة لان برضو هو مختبرش بالضبط ولكن السبات المفعالي موجود مصطفى مستو ما حسسكش ان هو لعيب صغير او ما كانش بيلعب انت تحس ان هو بيلعب من خمس ست سنين فاته ودي ميزة كبيرة جدا 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 شكله كويس مستوى كويس بالنسبة الماتش مبارح هتديله سابع هاني كبتا محمد هاني محمد ما كانش كويس عنده احسن من كده بكتير هتديله اربعة انا بحب هاني جدا ايه انا كنت مدير كورا متخب للشباب ايه وكان معي ايه عنده معرفش ليه بيدي اللعيب انه بيفتح له بحيس ان هو يعدي من على الخط ايه كل مرة بيحصل كده بيعدي ايه محمد هاني في حاجة زي كده واحد ضد واحد ايه مفروض يعمل ايه وقبل كده في الماتشاط بتاعة افريقيا ايه برضو تعملت بالزبط وكانت يعني خطر لازم يقرب شوية لازم يقرب المسافة ما بينه وبين المهاجم تبقى اقرب من كده بكتير طيب عبد المنع ما كابتا محمد ايه يعني كانت مكانش فيه راس حاربه ادي له برضو ستة عشان مكانش فيه مكانش فيه راس حاربه مختبرش اصدق اه مختبرش تقدر تقيمه طيب ورمي ربيعة برضو ادي له ستة بس عامل كم الكرة كلمت عليها تتنصر ماهر دي هاي اللي تلح بالذبط لا وفي واحدة خدها اتقدم بيها ماشي بتاع اربعين يخمسين يق ب كريمة ادي له خمسة امام عشور او السولاية بأبيان اليش سبع سبع امام عشور امام اديله عشان الجون يعني هديله سبعة عشان الجون بيرستاو كابتن بيرستاو ما كانش كويس مبارح عنده اكتر احسن من كده بكتير اديله اربعة ده هي ما تشاطر طبعا اربعة الاقل لغاية دلوية على فكرة بيرستاو اللي حدثتك اه الاقل حسين الشحات حسين خمسة يعني برضو نفس الوضع كان برضو عنده اكتر بعيد الحقيق بسين لما بيبقى فيه في منشط كده يعني انه لما بيضم على نص الملعب بيخش على جوه بيعمل فارق بالنسبة لفرقة النادي دالي طيب كهرباء كابتن كهرباء يعني عشان كان بعيد عن مستوى عشان انه ما كانش بيشترك قبل كده انديله ثلاثة ثلاثة اقل واحد اقل واحد طيب لما نزل عمر كمال كابتن تديله كم ما الحقش عمر يعني يعني ما اديله يعني ما اقفشا لعب تقريبا نفس الوقت كابتن اربعة طيب كل ادارته اللي قائم بارها كابتن انت قلت حقاك فيه امور فنية وامور جمعية الحقيقة والثانا هو الراجل مشترك فيها لانه هو لازم طبعا مسيطر على كل الامور دي طبعا تديله كما كابتن يعني على التشكيل اللي ابتدى بيه الماتش والتغييرات يعني دي الحاجة اللي عملها غلط اللي هو التشكيل من البداية وبعدين التصليح من خلال التغييرات يعني ده اديله ستة ستة طيب هروح لناتزة مالك ولعبته كابتن عواد كابتن عواد هل يتحمل الهدفين عواد كابتن يتحمل المسؤولية يتحمل يعني الهدف الاولاني بتاع امام يتحمل بس مش جزء كبير لان سرعة الرد الفعل بتاعته مش في اتجاه الكورة وترامى اه بس مش في اتجاه الكورة يعني ولكن مش بقدر كبير الهدف الاولاني والهدف التاني اه مسؤوليته لان برضو هو سرعة رد فعله بطيئة هي كورة افشل عيبها ببطن رجلو مش جامدة جات فحمد فتوح غير اتجاهها المفروض هنا هو الرتم بتاعه في القومة والرامية يبقى اسرع من كده شوية هو نفس فما مالحقاش تديله كم كده؟ اديله وبعدين يا محمد عواد يعني من الحراس الكويسية بس اه نفسه شوفه بيتكلم حرس المرمى اللي ما بيتكلمش ده ويوجه خط الدفاع وتحس انه بيتكلم وليه صوت لا بيفرق معا كدير جدا جريء بالظبط جدا اديله اربعة طيب اه عمر جابر كابتن امبالح عمر اديله خمسة تمام مسلوسي ستة حسام عبد المجيد اربعة فتوحة كابتن خمسة دونجا ستة عبدالله السعيد عبدالله انا صعب علي عشان بيلعب في المكان ده مش بتاعه فديله خمسة عشان مش مكان وكابتن عشان مش مكان و طيب اوباما كابتن واحد واحد كان بقيت خالص غريب مصطفى شغالب يا كابتن مصطفى اديله ستة ناصر زيزو قبل ما نروح لناصر منسي زيزو قبل ما يتعور برضو زيزو ما كانش في حالته في الفواءان بتاعه اديله خمسة ناصر منسي ناصر اديله ثلاثة شيكابالا شيكابالا اديله اربعة ناصر ماهر بقى كابتن اتنين لا ناصر ماهر مش ناصر ماهر احنا ادينا ناصر ماهر اديله ستة ستة انا عمل شغري كويس حامل الجزيرة كت واحد سامسون انا ملحقش اكيد ملحقش طيب جميز نفسك اتنبقى في الامور الفردية والجماعية بالنسبة للفرين باك اديله اربعة من عشر اربعة من عشر من عشر لان الماتشات الجامدة البداية مهمة جدا انا اول ما بتفرج على ماتش جامد حتى بعيد عن الاهل والزمالك يعني بكرة مثلا منشستر سيتي ضد ليفر بول من التشكيل الاولاني بيبان يعني فيه حاجات فهو برضو ما حلفوش التوفيق يعني في الان